نرحب بضيفيا سيد سامي طهري الأمين العام المساعد بالإتحاد العام توسي لشغل والناطق الرسمي باسمه مرحبا بيك سي سامي شكرا مرحبا بيك شكرا لك على قبول الدعوة نتحدث على العملية الإرهابية لجدة البارح على دورية الحرس الوطني في جهة عين سلطان بمنطقة غارة ديمي واللي استشهد إثرها ستة من بواس الحرس الوطني نتحدث على البلاغ ربما اللي قدموا الاتحاد البارح اللي كان في النقطة دولة منه ترحم على أروح الشهداء في نقطة ثانية حية القوى العسكرية والأمنية القوات العسكرية والأمنية في نقطة ثالثة جدد الدعوة إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لمقاومة الإرهاب في نقطة خامسة أتنقلك عليش الرابع نحن نرجع لنبعد دعا كل التونسين والتونسيات لليقظة ومساعدة الأمنين والعسكريين للقيام بوجبهم الوطني في النقطة الرابعة كان الحديث وطلب من المؤسستين العسكرية والأمنية بالنأي على التجذبات والصراعات السياسية لكن لم يفتت يحد الشغل الحديث على ضرورة حل الأزمة السياسية بتغيير الحكومة وتعيين رئيس يشكل فريقا كفئا قادرا على مجابهة المشاكل وإيجاد الحلول الكفيلة بالخروج من الأزمة بجميع أبعادها ومنها الأمنية نتحدث على الحوار الوطني اللي تتحدث فيه تقولوا على ضرورة وضع استراتيجية للقضاء على الإرهاب شنو شكل هذا الحوار والمشاركين فيه وكيف يتم وضع استراتيجية من خلال الحوار للقضاء على الإرهاب بدءا ترحم على أرباح الشهداء شهداء تونس شهداء الوطن شهداء الواجب من أعوان الحرص الوطني ونتمنى الشفاء العاجل للجرحة ونقولوا أن قافلة الشهداء دائما مازالت كبيرة لأنه ديما ثم شكوني ضحي من أجل البلاد ديما ثم شكون مقدم بحياته بشبابه من أجل أنه يحمي تراب تونس وسيادتها طبعا نحن الموضوع اللي تحدثنا فيه فيما يتعلق النقطة المتعلقة بالاستراتيجية لقاومة الإرهاب يعني ما زلنا تقديرنا نحن تقييمنا احنا لمدة توا تقريبا ست أو سبع سنوات من عمر الإرهاب المباشر في تونس أنه مازال المقاومة لم تأخذ طبعها شامل يعني إجراءات أمنية في فترات الجهاز الأمني قايم بواجبه الجهاز العسكري قايم بواجبه نجاحات كثيرة ثم عمليات استباقية وقعت كثيرة ثم تفكيك عديد من الخلايا هذا يصحيح لكن تربط الإرهاب وعقلية عند البعض نتعى الإرهاب والسياق نتعى الإرهاب والوضع الإقليمي وهير ذلك مازال لم يعالج كما ينبغي يعني ما عملناش خطة لمقاومة الإرهاب في مهدو وقت لي مازال فكرة مازال مجرد نزوع مازال مجرد شغف انتع شباب يحب بتأثير الإنترنت بتأثير الخطاب المغالط بتأثير الديماغوجيا أنه يكون بينذفرين مجاهد ويكون يقاتل من أجل دينه إلى غير ذلك فمعناش تصور في مجال التربية معناش تصور في مجال وزارة الشؤون الدينية وكذلك في وزارة الثقافة وغيرها وذلك نعتبره مقاومة شاملة ثم جانب الاقتصادي والاجتماعي وإحنا تحدثنا على المناطق الحدودية بالذات على تثبيت التوانسة في هذه المناطق على القرى المتقدمة والشر والمجموعة السكنية اللي تكون عندها الحماية والحصانة من الجانب الاجتماعي ومن الجانب الاقتصادي وطبعا من الجانب الأمني بش تكون هي من خص هذه النقاط ولهذه المناطق اللي ربما قريبة من جحور الإرهابيين للأسف أحنا نستشهدوا بالملحمة بالملحمة بتاع بن جردين يعني برشة تحدثوا على حاضنة شعبية لا لا مش هذا مقصود بنا نعم المقاربة يعني فينا الماء المواطن كان في الصفوف الأولى مع الأمنيين لو تكونوا لظروف تكون أحسن يكون زيد أقوى خاطر مش فقط في المواجهة يكون المواطن مش نهارة المواجهة لأن الأمنين وقت اللي تم تفجير سيرتهم الحرس نهارة لحد ووقت اللي جاء ثم جرحة شكون استبق وجاء له المواطن هو المواطن كيكون المواطن مش هذا دوره فقط وقت اللي يسمع التفجير يمشي وقت اللي يشوف تحركات وقت اللي ما يمنع التموين وقت اللي يشوف ثم التصرفات وقت اللي هو بيدو في وضعه ما ينجموش اخترقوه بأي طريقة لأنه ما نجموش خبه اللي ثم نمع من الاختراق يعني وقت اللي يوصل الكميات التموين توصل وقت اللي تم اتصالات هاتفية وقت اللي امدادات مالية واحياناً لوجيستيكية تمشي للإرهابيين ويعيشوا لمدة توا سبعة سنوات في مناطق معزولة الجيش موجود فيها الحرس موجود فيها ماذا يعني ذلك يعني ثم خيوط الخيوط هذه جانب منه نفكوه أمنياً وجانب منه نستطوله بالتوعية بالحماية الاجتماعية بأنه المواطن يشعر روحه مواطن من تميل تونس ويدفع لها بكل الطرق بكل الوسائل وبالتأكيد ثم كثير من المواطنين قاموا بدوره ثم العملية التفكيك اللي وقعت في بعض المناطق بسبب تبليغ المواطنين وهذا الشبكة اللي معروفة أمنياً وما نيش بش تحدث فيها بتفصيل بطبيعة الحال ما عنديش معلومات علاقة ولكنها بالتأكيد رأي موجودة ويلزم تقويتها ويلزم تقويتها يعني من المسؤول على وضع الاستراتيجية الوطنية الشيء كما تحدثت لمواقمة هي ثم جانب اللي هو جانب سياسي في إطار الاستراتيجيات خطر أنت ما عندكش ظاهرة تونسية جانب سياسي كيفاش معناش ظاهرة تونسية عندك ظاهرة دولية وقليمية عندك جهات مختلفة تتداخل في هذه المسألة عندك حدود ناس تمشي وناس تجي عندك أطراف اللي متهمة بأنها دعم الارهاب ويساعدها عدم استقرار تونس ثم الجانب السياسي في أنك أنت بش تحدد وأنا الأوان أن نحده من معنا ومن ضدنا من مع الارهاب ومن ضد الارهاب والأطراف عندنا برلمان عندنا هيئة دستورية عندنا حزاب عندنا منظمات المجتمع قادر بش ينجم من خلال يعني أي دارة من هذه الأطراف يعني أما ينجم يكون برلمان يأما ينجم يكون مجتمع مدني يقوم بهذه المبادرة كل ما بعضها ينزم سيرة من يقوم بالمبادرة من يقوم بالدعوة اللي في الحكم يسارع بأنه يعرف في نمش الحكومة ورئيس الدولة والبرلمان يسارعوا ويبادروا باش تتحدد هذه الاستراتيجية ما نبقوش مجرد نعملوا في ردود أفعال ما نبقوش نستنو حتى قلنا عملية ونستنفر وثم يرجع الارتخاء يلزمنا من البداية أن نخصوا باش نعملوا في التعليم اللي مهدت أطفالنا من 16 سنة وربما حتى أقل إلى حتى العشرين سنة من أنهم مع التسرب في التعليم والانقطاع مع الوسط والمحيط أنت على المدرسة كيفاش في المساجد ووزارة شون دينية شي زي ما تعمل شنية الخطاب الديني اللي يجب يتأسس يعني مقاربة توعوية أكثر منها شيء لأن الجانب الأمني مقاربة شاملة شاملة مش كان في التوعية فقط هي فيها تربوية فيها توعوية فيها اجتماعية زادة قطلك ثم جانب كبير حتى في الإحصايات عن معهد الدراسات الاستراتيجية يأكد أنه النسبة الأكبر لأسباب اجتماعية تدفع إلى للانتجاه كما يقع الانحراف لأسباب اجتماعية يقع أيضا النزوع إلى الإرهاب بأسباب اجتماعية وهذه كل رؤية هذا يشمعنيها الاستراتيجية رؤية شاملة في سامي قطلي أي شخص مش أي شخص يعني تقول أنت أطراف متعددة تنجم تساهم في وضع هذه الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمقاومة الإرهاب نجم تكون قتل البرلماني نجم يكون رئيس الجمهورية نجم يكون مجتمع مدني وغيره والحكومة أو ربما الحكومة تدعو لذلك أنتم تدعون إلى رحيل هذه الحكومة اليوم مشت الحكومة هذه معنا نعملوش استراتيجيات مرهونة بالحكومة هذه جي حكومة وتمشي حكومة والسياسة الدولة تبقى تمشي حكومة وجي حكومة والاختيارات الكبرى تبقى مش مربوطة بالأشخاص ولا مربوطة بهذه الحكومة أحنا وثم بعض الناس تقولك فرصة أو جماعة بش تحب توظف الأمور ضد الحكومة بتباعة الحال الريهاب مجيش مع الحكومة هي كانت هناك أسوات تتحدث عن ذلك من حقها لأن الأزمة تصير عملية إرهابية في تونس فعظ ما يكون هناك شحظ للهمم فعظ ما تكون هناك كلمة موحدة نحن لكلنا ضد الإرهاب لكن اليوم فما محاولة الإسقطات فما ليقول لك اليوم يلزم يرجع لتفير فما ليقول لك اليوم خطر مع أن بدلوا المديرين العامين في سلك الحارس الوطني فما زادا ليقول لك اليوم الاتحاد أي نعم يقول اليوم يستعمل هذه العملية الإرهابية لسالحه ويطالب برحيل الحقومة وهذا ورد في بيانكم فإيجابتكم على ذلك لا يوجد مشكلة في أي أزمة طاقة في أي بلاسة في العالم يقع المطالبة بإيقالات يقع المطالبة بمحاسبة بليجان تحقيق بمراجعة للأجهزة وثم الناس تستقيل في وضعيات كما هك لا يشعيب بالعكس يعني هذه هذه رؤية أنه سعى لماذا العملية وقعت في هذا الظرف بالذات لأنه ثم وضع سياسي متأزم وثم انحلال ثم جهد ضاع ثم من سوشيلي وقعت شيطانة المؤسسة الأمنية عندنا شهر التالي أنه ثم اتهامات من خلابات ثم اتهامات اتهامات بتاكاتولات ثم ارباكوا قاع الرباك كذلك كيفش مش تعالجوا نقولوا توحدوا كهو بايش نتوحد نتوحدوا بإصلاحات حقيقية بتغييرات تحميل المسؤوليات وتحميل المسؤوليات صنف بادير أنه وقع زر تم أمر بالإرهاب كما يقول البعض ولا والإرهاب ولا إرهاب لأنه برشة فاسلوا بيد التاريخ هذه ميكانيكية وبساطة وسدجة كبيرة لأن الإرهابين يخططون عندهم استراتيجيتهم زادهوما ويعرف يختار الوقت لإعادة تشكيل الوضع في البلاد للإرباك لضربة معنوية لغاية تعسيحة موجودة لأن الأجهزة الأمنية اليوم هجوم عليها كبيرة خلنزيدهم نكملوا على معنى عوياتها بضربة كماك هذا كله يقع ويقع استغلال الظرف السياسي العديد من الضربات جد في فترات تعزمات نذكروا مليح في 2016 نذكروا مليح في 2012 و13 و14 ووقت للبلاد في وضع الإرهابين يخرجوا من جحورهم لأنهم يحبوا يستخدموا بالعملية تذيك تعميق الأزمة يحلت أو إشاعت الفوضى واستغلالها فيما بعد باش تنفسوا هما في الجبال وفي التضييقات وفي الجحور اللي كانوا هما فيها باش ينجم تتلها الناس بالوضع الجديد اللي يعقى دونك وقت لناس تجي طالب في الوضع ذي باتخاذ إجراءات آه ما لاشنية نعملوا أسكل وحدة باش نقاوموا الإرهاب بكلمة الوحدة الوطنية لأن نقاوموا الإرهاب بإجراءات حقيقية بقرارات وبمواقف والوضع اليوم يحتاج إلى أن نتخذ جميع الإجراءات الأمنية وغيرها رأيكم في من يقول أنه اليوم الإتحاد كان ينجم ما يقولش ويطالب برحيل هذه الحكومة وما تضرروا في ذلك وما تضرروا في ذلك وما تضرروا في ذلك وما تضرروا في يقول سؤالي باش تخصى الإفادة للمستمع أنت فهمتني طول نتفعلوا مع بعضنا واضح في مطالبته برحيل هذه الحكومة منذ النقاش في وثيقة قرطاج 2 والخلاف حول نقطة 64 بالتالي كان ينجم بالاتحاد ينقى بنفسه عن هذه النقطة وما يقولهاش في البلايه ويعاود يرجع في مرة أخر خيه سرية خيه سبا خيه عار هي جريمة ما موقف والموقف هذا يحنا من مكونات الوضع المتأزم اللي ينجم للرهاب يستفيد وهو ضعف الحكومة هو الخلل الموجود هو وقت للحكومة وديدهت الضعف لا هي ضعيفة ما عندي ما نغير فيها في الموضوع الضعيف أنت وقت لحكومة شهر كامل تسمع لي ثم انقلاب في البلاد وما يخرش رئيس الحكومة بشي كذب بشي تمن المؤسسات العسكرية والأمنية اللي يركب مشكلة محلتهم بشي تمن الشعب بشي سكت أي واحد يستنى في الدورة في المسألة هذه جريرة لا يمكن أن تغتفر لو لا تدخل الوزير الدفاع بقرأنا طول المزنين العاشين على قصة انت عنقلاب وعلى فيلم كامل كتبوه ناس وعدوه واستخدموه فيه حتى صحافيين من الخارج هذه من المشاكل الكبيرة ولذلك نجابها الارهاب لا ننسى أنه مشاكلنا الارهاب اليوم من بينها سبابه وأنه يحبك ما تتلهاش مشاكلك بالنسبة لي هو البلاد هذه تدخل في الفوضى وكهو وأنا ثم ربما تجيه تقاطعات في الوضعيات هذه أنه كان ملأتها محد كان كجدت الضرب هذه خلي الناس تلاقي في الارهاب وتسايب الباقي وضع البلاد متكامل سلة كاملة يجب حلها ومعاش يلزم تتحل كل ملف وحده والرجع ونعدوا أو هذه تتعدد لا تتعدد مع بعضها اليوم تذكيرنا بالموقف على أساس أنه الإرهاب من بين ما يستغل يستغل الضرب الحكومة من بين ما يستغل يستغل الأزمات السياسية في البلاد وعملوا كرونولوجين العملية الإرهابية تشوفها دائما متصلة بالأزمات لأنهم يخطوا وينتظروا ويتصيدوا في الفرص ونحن علينا أن نسدوا الفرص المنافذ هذه يجب نحاها ونحن المنافذ يلزم وضعنا استقرار سياسي طيب يعني ردكم على الناس اللي قالوا استثمر الاتحاد في هذه العملية الإرهابية بمطالبة جديدة برئيس الحكومة أنتم تعتبروا أن الحكومة ضعيفة من قبل أحنا ما زدنا حتى ما هوش استثمار هو أشوف وأنا وضح الرؤية بتاعكم موقفكم موقف من قبل هذا موقف هذا موقف وكل المواقف اليوم اللي تمشي في اتجاه أنه تحط صباحها على الده هي مواقف صحيحة نعم أما أنه أو ثم إرهاب نعم لو كانت والي السسافين تنوح والغلط والمشغلط الولد تولي كلها كيف كيف وتولي كلها كانوا عفا الله عما السلف ونرجعون عنج وبعضنا ونبسوا وبعضنا مش هكي تحلم بشكل تونس يلزم تحميل المسؤوليات والوقوف على أنه ثم حالة إرباك وقعت في البلاد بسبب الأزمة السياسية وأثرت على جانب الأمني لا يجب أن ننسى والأسئلة اللي كنت نتمنى ويلزم حتى مش وقت وتوا في اللحظة هذه بالذات والليامات القادمة يلزم تعملها التحذيرات اللي وقعت ومخذينها شباعي الاعتبار يلزم نسألوا عليها البلاغ البريطانيين اللي يدعو ويسمي غاردي ما بالذات غاردي ما بالذات المنطقة بالضبط يسميها بالذات وفي بحر أسبوع أو أسبوعين ما تنجمش تكون إلا إيرباك ما تنجم تكون إلا وضعية غير عادية كان ينجم يكون يشعل الظوال أحمر وتنطع إلى خطة الطوارئ القصوى مدام ثمة وعليش البريطانيين يعطوا في تاعة المعلومات هذه نحن معدناش إذا عندنا يقولون عندكم معلومات ولا نستنوا حتى الاستخبارات الغارية الخارجية تحذر رعيها وإحنا ما عندناش تحذيرات ويجب نواجهوه ويجب نحلوه والوضع السياسي ما تخليش اليوم أنه نجم ونحلو المسائل تانا دي يجب نحلها 24 فبري 2018 السلطة الجهوة الأمنية بولاد جندوبا قررت غلق مركز التخيم والأسياف المغارب يعين سلطان والمحمية الوطنية بالفيجة المحاذية المنطقة التابعة لمدينة غر ديميو أو محتمدية غر ديميو ويأتي هذا القرار على خلفية رسط تحركات مشبوهة لثلاثة عناصر إرهابية مسلحة أطلقت عليها وحدات الحارس الوطني بالمركز الحدود يعين سلطان النار ولكنها لذات بالفرار هذا 24 فبري 2018 إجابة على سؤالي كان لا لا دي جاء عنا 24 فبري نحن في جويل لقلت لك راهو كان فاما معلومة في 24 فبري من تونس إلى جانب المعلومة متاع معلومة هذه كانت معلومة أمنية لأنه أو الأمن يقول لك أنا لا مش نحكي على الأمن أنا نحكي أنا يقول لك ما نعلمك أنا سامة عببت حركات أنت عندك وزارة الداخلية وزارة الدفاع وزارة الخارجية سمعت ببلاغ بريطانيا أن تدعو يرعاياها ما تمشيش للمناطق معينة وتسمي مناطق ذيك كان من المفروض أنه نتخذ فيها إجراءات خصوصية خلينا بالتفاصيل ربما تخذوا إجراءات خصوصية ولكن مع المشبهة نسكل مش يتخذ إجراءات خصوصية وقل يا مواطنين يا توين سأراني أخذت إجراءات خصوصية المواطنين يعرفوها خطر المنطقة ذيك أهلا أنا نعرف هذا التفصيل يعني العمل الأمني يلزموا شخص تحفظ لا يلزموا تحفظه وإحنا نشكر العديد من الإعلاميين اللي احترموا عملية تحفظ ونقابة الوطني الصحفين كانت أشار ذلك في بيانها لكن ثم شكون لحبي سبق الإعلام ومعطيني للمعلومة لا ثم تحفظه ثم حواج ما تقالش لكن يستشعروا بها المواطنين غادروا رؤوا الإجراءات العاية العادية أنا نقول لك أنت تنجمي تمشي تخرجي من جندوبة حتى للتبرجة ما تعرض كانت دورية في بلاريج هذه في منطق بلاسة حاجة ثم حواج المرئية حواج مش مرئية صحيح لكن ثم وضعي لطلب أهنا في الظروف هذه مش نجيت اليوم مش نحاسب للأخطاء أبنية وغيرها المربوطة زينا بقرار سياسي نعم أنك تعمل تجيك تحذيرات من دولة أجنبية أو تعلن دولة أجنبية تحذيرات لرعاياها القرار سياسي هو اللي تخذ الموقف في وقتها مش بالضرورة فقط الجانب الأمني لأن تحذيرات ولي جدية واضح جدا خلنا تحثوا نختم بها هذه النقطة على الاتفاق المتكامل مع الحكومة في ما يخص الزيادة في الأجر الأدنى كانت فما اتفاقية تحدث على سيد زادة نوردين الله طبوبي أنه بشي تم يوم الاثنين تسعة جولي 2018 امضاء الاتفاق المشترك اللي حدد أجل الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية وأنه سيتم يوم الثلاثاء عشرة جولية امضاء اتفاق قائمة المفروزين أمنيا اللي توفرت فيهم المقاييس يعني فما تعامل مع الحكومة ومفاوضات نجم قوله إيجابية في الجانب الاجتماعي هو روض ذاك كل نتفقنا فيه من 27 نوفمبر 2017 مش جديد اللي يقع هو أنه الحكومة استشعرت أنها ماطلت وسوفت وارتخدت وما حابتش تتطبق منذ 27 نوفمبر إلى الآن وقعت الجلسة يعني هو تذكير بمطالب قديمة تم الاتفاق فيها وتم محظر اتفاق فيها مع رئيس الحكومة في 27 نوفمبر 2017 وعودنا منه هكا بدأت بعض تنفيذ اليوم تاو الآن تنعقد جلسة على سبل التعديل الآلي لجرائة المتقاعدين وإن شاء الله اليوم ننهي المسألة بشغط ويقع لإعلان عليها كذلك بالنسبة للاتفاق المبدئي في الزيادة في الأجر الأدنى اللي بشيكون عنده تأثير على الأجراء المتقاعدين في السين الساس واللي إذا كان زيدة أيضا اتفقنا في النسبة بشيتم الإعلان عليها غدا مع البلاغ المشترك حول المفاوضات الاجتماعية فيما يتعلق بعنوانها أو عنوينها وما يتعلق بأجال تنزيلها وبأجال سقف نهايتها هذه مصار مفاوضات اجتماعية استحقاق نتائج الاتحاد مطالب به مع أي حكومة ومع هذه الحكومة حتى آخر كما قلت سابقا حتى آخر يوم في حياتها وحتى مع الحكومة القادمة إذا جدت ولم تنتهي مع هذه المفاوضات كذا مصار عادي وفي نفس الوقت ثم المصار السياسي في النهاية الأمر نحب نقول أن الحياة يجب أن تستمر وبالمناسبة في علاقة بالعملية الإرهابية لم نتتوقف في تونس ويجب ماشي تتوقف والأمنيين ماشي دمهم باشي توقف في تونس وباش نحبس وباش نبدو نعايته لعنا شهداء وناس تفاوض ولا الناس ما نعرف اش تعمل لا يجب نثبته للإرهابيين أن الحياة مستمرة في البلاد والبلاد ذي النابضة والبلاد ذي حية وبلاد ذي لا يمكن أن يعش فيها الإرهاب ويجب أن تستمر فيها بعزم وبقوة وبتصميم تونس على مدى القرون الفارطة ماش عملية إرهابية باش تفل من معنوياتنا وتهبط عزام تونس وتدخلنا في عالم فوضى في دخلنا طيب جدا يعني قلت بس تتواصل مفاوضات مع هذه الحكومة أو أن جاءت حكومة أخرى يعني هناك فرضية أنه تنجمت جاءت حكومة أخرى وفرضية أخرى تقول عند الاتحاد أنه تنجمت واصل هذه الحكومة مش عنا نحن احنا طلبنا واضح حوانو تاقع تغيير الحكومة ومش رغبة مش انت كابريس يعني هي مقلتش كابريس موصفتش مش دولي مش لك انت مش لك انت تمشكون يقول أنه هذا كابريس نأكد أنه ودير أجمع عليه تقريبا نس كل معادة حزب سياسي واحد أنه لابد أن تتغير الحكومة وتغير جوهريا احنا نفضلوا أنه يتم التغيير وإذا مقاش تغيير تبعاتها بش تكون خيبة تكون يعني تزيد تعمق الأزمة على بلات يعني احنا نتحدث على عدم الكفاءة ونستمر يعني الملفات اللي ما تعالجتش نستمر بنفس الحكومة بش تعالجها ولا بتغيير الطفيفة الطفيفة لابد أن تتغير ولا لكن الاتحاد في كل الأحوال دائما يفاوض هذا استراتيجية انتعنا الأساسية الحوار قبل كل شيء هو خيار والحوار هذا يأخذ أشكال مختلفة قد نضطر أحيانا إلى الضغط من خلال وسائل المشروع الدستورية والقانونية باعتبار باعتبار أنه إذا نسد الحوار على الطاولة قد يتفاوض قد نتفاوض على مستوى التحركات والنظالات والاعتجارات السلمية المنظمة في نتاق القانون في نتاق زادة مراعاة الوضع الموجود فيه البلاد ويبقى ديما الأفضل أنه نوصل الأمور بالحوار دائما نقصه أكثر ما يمكن من الوقت ومن الجهد واضح جدا شكرا لك سيد سامية التهري الأمينة العام المساعد بالإتحاد العام التوسيقى للشغل وندقى رسمي باسمه على حضرك معنا ولكل هذه التوضيحات